طلبت ديليفري وعايز تعرف إيه الإجراءات اللي لازم تعملها عشان تخلي أكلك نضيف من أي عدوة أولاً لازم ما تمسكش أي كيس أو أي سطح بإيدك لأن الكيس أو السطح ده ممكن يكون ملوص بالعدو الصحة وإنت بتستلم الباكيج أو أي حاجة من أي حد لازم تكون لابس بلافز عشان نقلل تداول الفلوس على قد ما نقدر يستحسن أن احنا ندي فلوس الأكل كاملة علشان ما نضطرش أن احنا ناخد البال دلوقتي بعد ما استلمنا الأكل هنفضي كل حاجة من الباكيجينج اللي عليها في صناية ينفع أنها تدخل الفرن عشان هنسخن الأكل تاني مع العلم أن فيروس كورونا أو كوبين ناينتين حساس جداً للحرارة ومش بيتنقل أصلاً عن طريق الأكل وده اللي أكدته الـ FDA ولكن هنسخنه كإجراءة احترازة الأفضل من أننا نرمي الباكيج في الباكيج على طول أننا نحطها في كيس عندنا متأكدين من نظافته الأول وبعدين نرمي البلافز ونقفل الكيس كويس ونحطه في الباكيج علشان أي حد من عمال النظافة نضمن أنه ما يتنقلوش أي حاجة لأننا بنتعامل كأن كل شخص مصاب ودي أفضل طريق للوقائي طبعاً غسيل الإيدين حتى لو ملمسناش أي حاجة خطوة مهمة جداً أي نوع من الصبون هيافي بالغرض لكن الأهم مدة غسيل الإيدين تكون عشرين ثانية أو زيادة نيجي للخطوة الأخيرة وهي تسخين الأكل في الفورد درجة حرارة 160 درجة سيريزيس لمدة 10 دقايق أو أكتر درجة الحرارة دي كافية جداً لأتل أي فيروسات واللي منها فيروس كورونا اللي بيموت عند درجات حرارة أقل من كده بكتير ده حسب كلام المختصين مع العلم نزي ما قلت ما سابتش لحد الوقت أي حالة تصابط عن طريق الأكل وده حسب كلام الـ FDA اشتركوا في القناة